غنوة، جان، أول ديو بعمله بسنتين بالغنى عن التعريف يعني أول شيء الأجيال بتربى على غنوة و جان صادق، إذا اليوم رح بلش بجان إذا اليوم بطلب منك توفيلر ستراب مش إنه مره رجال ومبلشنا فقوم الفرس رح مبلش هاي إذا اليوم بطلب منك توفيلر ستراب وإنت تعرفني على حالك على طريقتك كيف بتعرف على حالك؟ أنا جان صادق، مخرج وممثل، تخرجت من الجمعة الإبنانية كان كل هدفي أعمل تياتر للولاد، كان كل الدنيا ضدي وما حدا قبل إنه يكون حدي أنا أخذت القرار وعملت يلي لازم أعمله، وصدقيني ما بعرف أعمل شي غير التياتر يعني أنا فخور بالشي اللي عملته وما بدي شي تاني وما بدي يعني أنا بس هدفي إنه كفي مسيرتي بهيدا المطرح إذا اليوم نرجع على الطفولة، شو تتذكر من طفولتك؟ دي غري بناني نحكي عن طفولة بناني كلماني بلشت أصلا فيك لنوصال عند غنوة طفولتي منا حلوة أبدا، ما عندي طفولة حلوة أبدا 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 ما بتذكر إلا هيك، منا حلوة ما كان عندي حدا سوبر، ما كان عندي يعني عارفتي الأهل كانوا كتير تعبنين ماديا وكنها عائلة فقيرة كتير وكان دايما عندي حلم أمي كانت كتير حدة، وكانت كتير شو بك؟ سبتي دغري على الوتر هي ساعدتني بكل شي صراحة، هي عطيتني مصارف وتعجي معها، هي دعمتني، وبس بلشت شغل فلت من الدنيا ايه؟ ايه وبحس إنه هي حدة بكل لحظة بعملها، هي مش حدة هي موجودة مش معقول هي موجودة بكل شي بعمله، نجاحة، الفن والمعنوي، كل شي كل شي، صراحة يعني أنا هيك مبسوط بالشغل اللي عملته كله من وراء أمي عن جد مع كل هالطفولة الصعبة، يعني ولا مرة واحد بيحكي معك غير، بدي حكي، وبحماس، ودايما عندك هيدا الحماس اللي بتضل يعني بتاعتي هيدا البوزيتف فيبس، كل ما واحد يقلك قاله، أو إذا أنت عم تكتب ميساج بيكون فيه، بتحس بهال البوزيتف فيبس، كيف قدر يخلق هيدا الشي؟ بجان، ساعدة الإنسان اللي يمكن أيام بيعيش هالقد الصعوبات بيقول، وبعدين؟ صراحة أنا كان بدي إنه أطلع من مشاكل أنا وصغير، وجربت وطلعت، بس بيضال في هيك ذكريات، بس أنا أم هابي مان، يعني أنا إنسان كتير سعيد بكل شي، إن كان ببيتي، إن كان مع غنوان، إن كان بشغلي، أنا سعيد، وما عندي مشاكل، ما عندي، يعني أنا من الناس اللي من ضربك على خدك الأيمن، در له الأيسر، يعني إذا جيت حدا بده يتعد علي، ما عندي مشكلة، ببرمجة، وبروحها غير مطرح، ما بواجه، ولا بعمل مشاكل، وبتصور الكل سارو يعرفوني ما عندي مشكلة مع حدا، ولا حدا، مشان هيك بدلني مبسوط وبعلم أولادي يكونوا مبسوطين، الحياة كتير صعبة بس هي ما في أحلى منها، بس هي ما في أحلى منها، بس هي كتير صعبة كتير 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 خصوصي بهالقيام نحس حالنا عايشين عن جد بعالم ما بنفهم يعني الناس للأسف انه في كتير بينقلب على أزا أو حسد أو مشاكل أو سترس ايه مضبوط وأهم شي كيف الواحد يحافظ على حاله تا يقدر يبقى بهالطريقة الإيجابية أول مسرحية كتبتها بتذكرها؟ أول مسرحية كتبتها مش بتذكرها هي خير كانت عليها كنا بجامعة وكنت أنا والممثلة ندق بفرحات هي بصفي قلت لها بدي أعمل بروجي مسرح وهيكي وهيكي فأنا ماني معروف قلت لها بديك تساعديني هي كانت بلشي بتعمل مسرح فقلت لها بديك تساعديني وتفوتي معي بس نعمل قسم شوي وهيكي بالفعل وعملت مقابلة وطلعت ندى معنا وبتذكر وقت عملنا كاستينج ونقات غنوة وبلشنا يعني كان كتير حلو الشعور كيف أنا عم بيشتغل وعملنا البطاقة بخمسة آلاف ليرة وفوّل ستة كله يعني صرنا على ستة شهور مفول فول فول كل سبت وأحد خمسة آلاف وكان كتير قليل وقتا بس قلت انه بدي بلش من من السفر وكان كان واو يعني وكانت الى خير علي اول مسرحية طب قديش الواحد تا يكتب مسرحيات للولاد مسئولية يعني هي اكيد كتابة اي نص مسئولية واي شغل هو مسئولية بس انه واحد يكتب للولاد انه كيف الواحد عالم تاني يعني كيف ولا هلق بعدك بتكتب وبتجذب وبتعلقوا بالكاركتر وبتعلقوا بالقصص ودائما في رسالة ولا اللي بتكتبو يعني قديش هيدا عالم هالكتابة يعني كيف كيف بتعيشو ولا مرة انا وعم بكتب اللي ما بياخد شهر او شهرين لكتابة القصة تبعي وبمحي وبزيد وبزبط وبجرب مرق الاشياء اللي مرقت معي بحياتي بطريقة يفهموها الولاد وزبط يعني انا بالنهاية ماني ولا عالم نفس ولا 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 شي بس انا كتير ابن الطبيعة انا بحب الطبيعة يعني بحب بتطلع عتنين كيف بيتخنقوا مع بعضهم وبجرب صالحهم بعقلي بتطلع على مرة ورجال اذا بيتخنقوا مع بعضهم او بصير فيه هيدا بصلح هيدا كله انا بحطه بالشغلة كله بحطه بالشغلة بصلح شو فيه بالحياة بصلحها بالنص طبعي بايدو واي انا فيمينيست انا مع حقوق المرأة انا بحب المرأة تحكم المرأة هي تستلم المرأة هي تكون كل شيء عن جد من هيك بحبه لا عن جد انا انا مش ضد الرجال لا بس بحب المرأة هيك بحسها مرتبة كيف ما مشيت مرتبة فدايما بكتب لا مرأة ومش لقيا مش لقيا مرأة رح نرجع على كيف هالمسرحيات والدكار حتى اللي بتعملوا وكيف بتنظم كل شيء حتى للاعيني جان وينما كان هلا بنرجع غنوة اذا بطلب منك توفيل يور ستراك وانت تعارفيني عن حالك انا غنوة حياتي كلها غنوة غنية يعني عايشة بموند لقلي بيشبهني ودايما بشكر ربي عهالشي لانه كتير صعبة تلاقي حالك بالحياة قد ما كان عم نقول انه صعبة سو انا كوني هالشخصية خلقت فيها ما كنت بلاقي حالي بولا دومان تاني مثله يمكن من هيك كملنا بعد كلها سنين فبعرف عن حالي ان غنوة عم غني كل نهار وبها الغنية عم بوصل المساجات اللي بديها يعني اتسمي قديش تشالنج انه الانسان كل نهار بدي يكون في البسمة على وجه وبدو يتعاطى مع الولاد بدي خلي كل الولد ينبسط وأهله يشوفوه مبسوط والولاد اللي يمكن مشاركين معه ان كان بعيدو او جاي على المسرحية وبيتعلقو يعني بيتعلقو فيكن وبيتعلقو مش بس بغنوة يعني بيتعلقو بغنوة وبتعلقو بجانو بتعلقو بهالعايل اللي عاملينا وهالفكرة كلها اللي طالع منكن وصارت يعني قديش هاد الشي كمان حلو مسؤولية وصعب صعب لانه عن جد هي كل شي عملناه هي الاستمرارية اصعب شي انه فيك انت تنجحي سنة سنتين ثلاثة بعدين تقشطي متل الحيالة دومان اذا ما عرفت تستمرهي وبتعفي شو سر استمراريتنا سوا غير حبنا والشغف لشغلنا حب العالم يعني هني عم بيعطوني انرجي عم بيعطوه انرجي تيكتو بعد وللجيل اللي مش ما بيشبه جيلنا قبل يعني كله صعب بفكروا مسرح اطفال it's too easy بس لا فيها كتير شغل انه تشغيل راس فيها كتير انك تعرفي تستمر بطريقة زكية لانه هلا الاي اي عم بيسبقنا هيدا الجيل كتير صعيب انا عندي ولاد وكل يوم نحكي قدي التربية صعبة يعني قدي بعرف وقدي قارين وقدي عندي معارف لأ تربية كتير صعبة ومش من زمان قلتلن ياها الاهلي انتو ربيتونا ما حسيت انو هالقدة كانت صعبة عليكم ما عندن شي قولوا لي ايه قالوا لي معيك حق وينبستوا اهلنا انو جيبوا ولاد ويلا كبروا العيلة بس انو عن جد ها مسئولية تانية غير الشغل هيدا مسئولية لكل الحياة هيدا الشي كمان عطينا شغف بشغلنا بكتابته انو عن جد هالبروبليمات اللي هلا عم نعيشها مع ولادنا نحطهم بمسرحية ونعرف نوصي المساج للولد وللبي وللأم وللست وللجد بمسرحية وبغنية وبهائنة لانو كل نهار بيسمعوا اغنيك انا بعرف من نور يعني كل نهار انو كيف بيصيروا لولاد معلقين كيف بلشت غنوة وين كنت يعني كنت بتشوف حالك راح تصيري على مسرح ورح تتعرفي على جان وإلى جانب هالشي تتجوزوا بالاخر بس انو كنت بتشوف هذا الشي اي ملكي هيدا اول شي بقولها وكل يوم بشكر ربي بس بتتشوفي انو ايادي سيني فيه اشارات بيعطيكي اياها بالحياة ربنا انو انت لوين رايحة من انا وصغيرة بحب الرسم وبحب التمثيل وبالمدرسة كان في عنا معلمة وبعدني لهلأ بقل له من وراكي انا حبيت المسرح كان كل سنة نكون نعمل مسرحية اخر السنة بالمدرسة كنت هيدا الشي حبه بس كبرنا عنديك مسئولية شو ديك تعملي بالحياة وباية كان انا طفولتي عكس جو انا طفولتي كانت كتير حلوة وكنت كتير مغنجة اوفر وما كانوا يقولوا لأهلي انو في بوكسات رح تاكليها بعدين بالحياة هيدا اللي بغلطن فيها بصراحة وهي اللي عم بقوله لأولادة من عمرهم ثلاث سنين انو لأ لح هيدا انا قواني فيها جان وشغلنا وعائلتنا يعني اللي عملناها سوا كنت عم بقلك عن انو بالجامعة نقيت اعمل دبل مينجر مسرح وقالوا لنا الأسادية بأول سنة يمكن ما بتطعمي خبز هيدا هيدا الشي رح عملو شي تاني معو از هالقد بتحبوه ونص بروموسيون تيجيين بالخفة عن أهلن يعني ما بدون يهن يعملوا مسرح لأنو ما بتطعمي خبز فأنا خفت قلت لأ لازم اعمل شي تاني بس بدي اعمل شي بحبه رحت عملت جرافيك ديزاين سو قلت بكمل اللي كنت حبه مسيله ارسم اعمل زيت شي وهيك عملت واي ملكي انو بوقت الجامعة لحقت عجمعتين وشغلي مع جون كيف وصلت لجون عملت كاستينج عندو اول سنة ليه قررت هدا قصدي لانو كان عبيلي بتعفي بالعمر التبع اول سنة جامعة بدي لحق شغل وبدى لحق عكل شي يعني كيف وصلت هدا قصدي شفنيها بالجامعة اه اوكي الاجزاكل كنا ميرئين بالكلور انا واصحابي شفنا انو حاطين كاستينج كول لمسرح اطفال وهيدا نهار قلنا ليه ما مروح بوطة كلنا سوى ثلاثتنا اربعتنا شو عنا اول سنة احنا انو مندلنا نلحق رحنا خبرنا عن شو بدو يعمل ايتو وبلشنا معه هيك انا عيتو بوقتا ما كنت اخدتا وسيريو هالقد انو رح تعمل بومينج قلت اكيد خبرة لقليه ما رح يكون في شي انو ما استفيد منو وليزم تعفي بالمسرح لازم تستفيد تعملي مسرح اطفال شوي سينما من هون تيكون عنديك خبرة وتعبي السيفي فانا رايحة بمنطلق انو بدي عبي السيفي واول شي عملته هو مثلت مع الله يرحمه مروان نجار ومع جورج خباز كانو اكسبرييانس لقليه كتير حلوه وحتى عملت فيلم سينما بس كانو ادوار هيك صغيرة وحلوه والستاب كله تعرفة مبسوطة عم ديسكوفرينج بس مع جون كنت هيك تغري حسيت حالي انت ميت لها العيلة وما قدرت اتركها من وقتا ما تركتها وصر عنها عائلة تانية ضغري تلعت بفكرة غنوة كيف صارت؟ ايه انا كان بدي ايرو كان بدي بطل وقلت انو بدي اعمل بدي بنت بطلي هلأ بينتقدوني هلأ هالايام صار بينتقدوني انو دايما للبنات وانا لا فورمي مش مزبوط الولد ولد كانت اليرو تبعه صبي او بنت ما بده الصبي بده صبي فهيك صارت انو قلت بدي بنت واشتغلنا ليش هي؟ لانو هي بالصراحة بالاول هي كتير عجبتني انا كنت احسنت يعني وسط لعندك ايه وسط لعندي وانا كنت كتير سريو بوقتا كنت سريو لا لا جديد مبسوط بحالي انو عم بعمل مسرح وهيكي فكن دايما عم بتطلع فيها فحدا حد دايما يقلي انو شون عم بتطلع بالبنت اللابسة ابيض ايه وسيقبت لابسة ابيض انا طيب اوكي هلأ بجارب انتبه بجارب انتبه على حالي وهيك صار صراحة قعدنا ست سنين بلا جايزة يعني اشتغلنا سوى ست سنين بعدين وكانت بروت بونار بحياتي يعني هي لا لا مش انو بروت بونار بحياتي ما بعرف عيش بلاها ولا انا انا جد وانا حبي لجان هو وحبه لامه اللي ما بعرفها يعني انا تعرفتها لكن صار لاربعين يوم متوفاية وده اللي يحكيني عنا بهالست سنين تتعرفي تتعرفي على الشاب اهلي قاليني اياها ويمكن تعرفيها انو تتعرفي الرجال كيف بيعامل امه بيعامل مرته فانا انقهرت انو كيف ما بعرفها بس قد ما حكيلي عنا كل هالسنين وبعده لهلأ بقولي هي عن جد موافقته هو حبه لقلا ما تغير له ومنه هون بيشتقله كتير بس انو هيدا الفراغ ما بيتعبه وبحبه من ورا هالشي ها اكتر شي انا بدي اقول الشغلة انو بتتوفقي وبتكوني شاطرة وبتكوني ذكية وبتفتحي بزنس بس بكل بعمل ليكيها من كل قلبي بلا ايمان ودعوات اكيد ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال في ناس بتعلي 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 بتقشط ب ب ب ب ب ايه اكتر خير الله دايما بيطلب من الله وبمشي وفي اشيه كتار حوليه بيتحدوني لا ايا جامات عمله بعمله بطلب من الله وبعمله وبتظبط أنا هذا دايماً يقولون الواحد يتلب من الله ومثل ما قالت غنوة دايماً الواحد يحس فيه ملائك يكون لدينا أيام أشخاص هلقدم يكون معلقين فيهم يكونوا موجودين معنا بالحياة ويكون ممكن بأسعب الأمور أو بأسعب اللحظات تشوف أنه هيك تفتح ويصير في ساين دايماً هون بالنهار يقولون شفتهم يكون مسكرة معنا من ومن كانوا ملاقي الحال هب صدفة أنا بقول دايماً فيه إرادة الله وبتقلوا فيه هالملائكة اللي بيحمونا من السماء مصلت لابسة أبيض هي وكيف بلش هالباركور كان صعب كتير لأنه كان بدنا مادة وكان بدنا نقلع بشي حلو دغلت لها أنت هي اللي راح تكون الدور حرام الفقس والصبايا لأ أنا بكاني بالعكس أنا كان طفة علي إيه يعني بدنا نشتغل حلو ومشي لالا لاندي يعني بدنا نعمل يعني قلت لها أنه أنت ستكون صح صح وبعد سنة هيك قويت الدور وجعت مكنت أنه هي بتكون البرنسيبال وكل شيء وقلعنا وكان كان هيك خير هالدور يعني كان بس أكتب أكتب أنا مبسوط وكيف هي عم تعمل أفنتور وكيف عم نعمل وكنت قبل أنا أشتغل الكاركتر بإيديه يعني كنت كل اللي هي الإصهار وقعد أعمل الكوستومات وعند المسكات هو كان يعملون وعند مكنة خياطة وأعمل كل شيء كل شيء كل شيء حتى الدكار أنا أركب الزر أنا أركب الدكار الدكار قديما كان سفنج وكنا نكبسه ما بنسى نعمل ويبلانشات ويعمل يعبه ماء لأنه كان يحب هو نحن عم نساعده بس ما فينا نعمل اللي هو يشايفه ما كان فيه بروديوسر يجي يساعدنا وهيكي أنا قلت أنا بساعد حالي ليه وين المشكلة أنا بعرف أعمل كل شيء بس كانت تاخد وقت وتعب وهيكي وهيك صار هلأ أنه تخيل صرت بعمل كماند من لندن لكاركتراتي أنه كتير خير الله يعني وصلت لليه أنا بدي إيه وكان هيدا طموحي أنه أنا بدي أعمل أمبراطورية عملت أمبراطورية أنا أم سو هابي وبعد بدي يعني مش أنه وقفت هون لأ بعد بدي بدي أكتر وأكتر وأكتر شو هي بتعتبرها أمبراطورية تشو؟ يعني بدي أقلك شيء كنت دايما نفتش على مسرح بدنا ييه وبدنا هيدا أنا أم هون صرت صاحب مسرح يعني هيدا الشيء يعني صعب بقوله بس وما بصدقه ما بصدقه يعني هلأ بصير بقول أنه اف اف بعدين الموجودين حوالي بقيوا معي فترة طويلة يعني معي ناس صارلون معي أكتر من 23 سنة هيدا هي الأمبراطورية بيقف حدك ناس ما كان يعني بعاد عني كان بس نوجدوا حدك وكفوا معك كل المسيرة تعتبرها يعني أنت بدك الناس تفوت لعندك والولاد شو بدك تعطيهم؟ أنا أولا مرة بفوت ولد أو أم لعندي ما ضهريت وأخدت ميساج من عندي إذا كان من حياتي أنا حطيته بهالشو أو بديكار أو بـ أنا دايما بقول أنه المسرح هو أهم شيء بالحياة وما رح يروح ودايما بقول له لغينوا ما رح يروح طالما أنا موجود ما رح خلي أنه الولاد ما تجي تحضر مسرح هو يعني هيدا الروح الحلو أولادنا ما عم يتركوا بقى الآيباد أصبت يعني صار وأنا عم بشتغل هلأ عم بعمل شو كمان هلأ بلشت أشتغله هيك بدي بدي خض الأمات شوي نخضيتي بعد ما عرفتي شو صار؟ اليوم المسرح اللي عم نحكي عنه قديش في مسئولية يعني اللي عم بيشتغلوا مسرح اليوم أو اللي عم بدون يتعلموا مسرح أو اللي بدون يكتب ناص أو اللي بدون حتى يكون عم بيحكي مع أولاد لأنه منشوف كي بدي وصل الفكرة بدون ما يفهموني غلط أنه في أيام في كتير إشا منشوفها للأسف عم بصير كتير سخيفة بشع الكلمة اللي عم بستعملها بس أنه يمكن أو كتير سطحية تم نقول سخيفة وهي مسئولية يعني عم من ربي أجيال على قصص يمكن عن جد عم بيتعم كما أنت عم بتقول إنه وراء السوشيال ميديا من وراء القصص اللي عم بيشوفوها عم بيشوفو كتير قصصة سخيفة سطحية وحتى بيصيروا الناس إن كان عم بيكتبوا مسرح أو شو ما عم بيكتبوا بيقوله إنه ممكن لازم يكون هيك تا يكون ترندي أنت من خبرتك ومن كتباتك ومن المسرح ومن الإخراج ومن كل شيء شو بتقول في أجيال اللي اليوم عم بيتعلموا مسرح أجيال اللي بدأ تمس للأجل يعني عن جد إنه أنا بلاقي إنه المسرح ثقافة بحد ذاته المسرح صورة أنا بشوفو صورة أنا بقلتلك بطبق كل شيء صار بحياتي ما في ولا شيء بكتبه إلا ما بحب بحس من جوا شو اللي لازم أعمله خاصة للولاد في كتير مسرح وفي كتير ناس بتفكر غير عني وناس معلمة بس ما نجحت ما نجحت يمكن أخدتها فور بيزنس أو أخدتها فور ماني بس أنا ولا مرة اشتغلت مسرح تطلع مصاري ولا مرة أنا اشتغلت مسرح لأنه أنا بحب ما بعرف عمل شيء تاني ما بعرف ما يعني غنوة بالبيت بتجي بتقولي شو ما بدنا نضبطها بقولها يا عم بعملها بس بدها وقت مني ومجهود وخلص سألوني عن شيء تاني بعمله بس أنا فور مي المسرح هو صورة كتير حلوة وهو إحساس وهو بكة وهو فرح وهو كتير إشي حلوة ما في حدا بيفوت والله العظيم على تياتر عندي إلا ما يطلع مبسوط واخد مساج وحاسس حاله طاير هو وولاده وأنا هيك بدي شو بتنصح اليوم إذا حدا نفيت على الاندستري ويكون عم بيشتغل على المسرح لولاد شو بتنصحه؟ أنا بحب إنه يعملوا مسرح وولاد يعني بس شو بتنصحهم؟ يعني أنا بقول إنه تجربة كتير صعبة وما لازم يخافوا والفكرة اللي بي راسهم لازم يطبقوها ولازم يعملوها ما في حدا رح يحسوا حدهم ما رح يعني ما بحياته إنسان نجح إذا فيه دايما حدا بيضهره بده يكون لحاله وبده يفكر لحاله بده يكتب لحاله وبينجح وبيحلق لحاله ما بتلاقي إنه شنهار معقول الإي آي تكتب عنك؟ تكتب؟ بلا يمكن بس بلا إحساس ما في إحساس سوري منيح إنه بعد فيه هيدا الإحساس ما قدروا يعاملوله شي نوي أنا بالنسبة لقالي المسرح مدرسة تانية المدرسة فيك تستغني عنها أوكي بتجيب معالمي عالبيت في كتير بيعملوا هوم سكولينج يمكن من وقته كورونا إنه درجة إنه يمكن أحسن بس الإحساس التوتشينج هيدا ما بيتعود لا بأي آي ولا بآيباد ولا بتي في وهيدا الجيل صار بده كل شي كبسة وحدة ويلا من هيك صارت عم بتكون كتابته أصعب من قبل بديك تعرفي ما يزهق الولد ما بيصدقوا إنه من عمر السنة بيقعد وبينتبه سنة قدمها الجيل إفييه مصبوح بس سنة عم بيقدر ياخد الأتنشن منه بس عم تكون أصعب ما رح كذب عليك إنه الانتراكشن اللي عم نعملها مع العالم هلا هيدا الشو تبع الصيف علمنا كتير 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 من الجمهور علمنا كتير قدي تخيالي بطلب منهم يصرخوا للأم والبي عم تطلع بوجة بقالهم ما تصرخوا بالبيض إنه جربوا ما تصرخوا بس هلق شي غنوة إنه فيكن لأنه هي هاللعبة بدي شوف مين بيصرخ أكتر نقسمون 2 teams ومنشوف مين رح يربح بالأخير بالأخير الأم والبي بطبيعتهم بدوا يربحوا ابنهم مش رح يقبل مش رح يقبلوا يخسر عند غنوة يعني وهن حدو سو از فاميلي شو بتشوفي إنه عم بيصرخوا كلهم سوا بتتلعي إنه واو عم بيطلعوا من حالهم وبقلهم وما بيستحي على المايك بقلهم إنه مالي سيتان دي فو المو هلق صرخوا مع بعض تسفان ما في تنشن ما في سترس ما في غضب بالعكس هلق فضوا كل شي بيطلعوا عاملين تيرابي في كتير أشياء تانية بس كتير كتير مبسط بهالشو ما عم بيزهق منه قد ما حلو قد ما بحس العالم عم بشوفها غير صورة هني عادةً بيجوا بيحضروني عم بعمل مغامرة وقصة لا دايماً السامر هيا اسمها سامر بيتس هيا ما توقعوا يكون فيها هيك شي أبداً كيف تلعت الفكرة؟ أنا قلت لها بدي أعمل كومبتشن والحلو إنه منجيب فيل هيكي ومنقسم المسرح بالناص وبصيروا بيتحدوا بعضهم بس تجربة بدي عيدة أكيد لأنه مش ناجحة يعني واو واو طلعت الفكرة زيادة لأنه الأهل كانوا آخر فترة من بعد كورونا ما عم بينوجدوا مع ولادهم بالمسرح يا عم بيبعثوهم مع نانيز يا عم تجي الأم لحالة فقلنا يا عمي جون فكر إنه ليه باي ما فيكون بارت من هالعائلة ما هي اتس فاميلي شو بتاعي فكرة غير مطعم وتقدم أولاديك شو عم بيعمل باي والأم والولد؟ فبدو يحبي بالعائلة كلها بالمسرح مش بس الأم ومش بس الولد فصاروا دبوش قالوا راي إنه لأ تعووا شوفوا إنه عم راحب بالبيات أنا كلما يجو بقولون ميرسي كاتر خيركن برافو ابنكن ما حينسى إنه جيتي معو وجيت معو عالمسرح فهيدا كان تحدي لجون ونجح فيها لأن صرنا نشوف كل سبت بيات زيادة الأم عودة إنه بدا تجي معو نصورتي بس إيه نجح فيها من ورا هيك كتب هيك مسرحية عبتتناقش وهو عم بيكتب النص بتكون إنت عم تتطلعي شو عم بيكتب أو بيونطل للآخر تقريك إيه أو كيف كيف بتصير؟ بلا لا بكتب لحالي وبعدين بخبرها أنا شو بتعرف الفكرة هي بس أنا بس أكتب بكتب وبالعادة ما أكون بلبنان بس أكتب أسألك أي ساعة بتكتب كيف تكتب؟ بكتب برا يعني بحب سافر وبكون وحدة وبحضر شوية كتير 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 ما بقى في البلد اللي بروح عليه يعني بعمل سورج إذا في شي عشرين شو وعشرين بحضرهم كلهم وكان للولاد وكان للقبار بحضر كل شيء وعهدا الأساس بشتغل إنه بس هي ما بتعرف أبدا إنه بتعرف شو القصة بس ما بتعرف شو إلا ما أعطيها إياها وتبلش تقريه بكون ديس كونكتد حتى مني تم حدا يأسر على فكرته وأنا هيك بمبسط الصراحة اللي عن جد بعمله أنا ما بعف أعمله ومنكمل بعض من قصص بقصص تانية كمان إنه هيك يابو كودو تيتاي فأنا بنتر مناطرة شو عم بيكتب إنه يلا رجع خبرني معقول متوافقية أو شي ما يعجبك هو عم بيكتبه؟ ولا مرة ولا مرة ما عجبني شي كتبه لأنه هي اس جفتد يعني أنا بعرف بتقوليلي عم جفتد لأني بتحكي للوقت بعرف مسيل بعرف هو الجفت طبعه عن جد كتابته كيف بيواكب الجيل بيواكب إنه يمكن مسرحيت هالسنة هالصيفية ما بتلبق لأسنت جي أو ما بتلبق لو عمليها من خمس سنين عن جد هيدا الشي أنا بقل له واو واو بتسلى بتسلى أنا وعم بكتب كتير بتسلى وده غري بتلقى طول دور غنوة وبتمشي بتاع بعزبك شي أبدا تقول وبتقعد بتمرنها كيف لازم بتقول مع الكل ايه مع الكل خلاص هلأ صار قليل تمرين يعني صار إنه خلاص تاخد النص ونمشي فيه ومنسجله ومنعمل أغاني قبل منجيب الكاركتيرات بكير خبرونا على التيم يعني كيف هيدا التيم والكل اللي بيشتغل طي يطلع الريزلت وهو أنا بقول الريزلت منه بس إن هي مسرح يعني أعياد يعني كل هال 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 زاهرة اللي عملتوها هال ساكسس ستوري اللي عملتوها كيف كلها هيكي هي هي عائلة يعني أنا بلى المسليين وبلى كل التيم اللي معي ما بسوى شي ولا شي أنا لو ميقوله ولو كل شخص عنده دوره كل شخص عنده موقف وكل شخص بيفكر مظبوط صار بيفكره كلهم مثلي يعني منجتمع تنحل إذا أنا ما معي حق منمشي باللي معه حق نحنا عائلة وصرهم زمان معي يعني اللي عم بيفوت القديم ما عم بفلم يعني عم بيفوت ناس جديد والقديم ما عم بفلم ومتل ما العالم مغرومي بغنوة وبجان مغرومين بالأكيب يعني صاروا بيعفوا قسميهم بلا ما أنا أقول هي اسمها هي اسمها لا لا صاروا معروفين متل أنا أنتامر إننا نكون سوا بالسفر كتير الواحد بيكتشف التاني بالسفر نحنا كأكيب كتير سفرنا سوا وكتير اكتشفنا البوان فابل يعني هيدا شي قوانة وجان بيعملنا ويركشوب من وقت لوقت سورتيات هو كلهم بيقوي يعني مش بس شغل 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 فالفكرة إنه حتى اللي فل فل غصبا عنه بيكون ياتجوز والطر يسافر ويقعد برا من ورا الوضع ومن ورا الوضع أنا بقول ودايما هيدا تحدي لقلنا إن إحنا ما رح نفل من هون وما رح نترك وإجينا قفرات كتير نفل بس نوي نوي مش لأنه بس نعرفنا هون المنبع أنت اللي بيشبهك بلدك ما فيك تتركيب سهولة فيك تحت إجر برا وترجعي أوكي بس ما رح تركه لغير نعرفت هيك من تفكيب بعدين الملكة ما رح يلاحقونا وينما كان من فضل إن دون أحن هون كيف طلعت فكرة الأكاديمية وتعملوا يعني أكاديمية بتعملوها بالنام بتعملوها بسوريا وعم تعملو يعني هيدا كمان هيدا البروجيه إنه هاي الأكاديمية وتخلو الولادي كمان يستيروا بارت عم يتعلموا معكن كيف طلعتوا الأكاديمية هي فكرة غنوة صراحة لأنه أنا تصار في كتير براسة فهي قلت لي إنه كيف طلعت معك؟ والأكاديمية كان حلمة أنا وصغيرة كان عندي إيدال اسمها شانتال جويا كان حلمة شركة بمسرحية وحدة أو أطلع تصور معه وبتعرفي كانت تجي دايماً على لبنان ما تأثر فرجعت قلتي مظبوط وحبه وشغفه بينسيك عمره مظبوط؟ إن شاء الله نضاين قدربها يا نوي نسم الله عليها بس أنا كتحس إنه هيدا الشي عبيلي عبيه للولاد اللي عنجد هالقدة غينوة لقلون إيدال وحسيت وبلشت وقتها جربت شو حسيت إنه لأ فيها تروح أبعد من هيك بلشنيها أكاديمية بيرقصوا عنا مع دي كوتش بروفشيونال مش أنا بعلم رأس أنا بعلم أكتنج وابتداعاً من عمري معين لأنه الأصغر صغار ما بيستفيدوا سوا من الست سنين وطلوعوا الأكتنج ويكشوب معي ومع ماري والكوتش بروفشيونال بيعطوا عن جد جاز وبالي وكل شي قلت هولي الهوبيز فينا نكتشيف تالينتز بيطلعوا معي على المسرح بيشاركوني بالمسرحية قدام أهلهم اللي حتكون إنه واو إنه هيدا الشي ما راح ينسوا بحياتهم طلعوا على المسرح مع غينوة وكانوا بارتمن مسرحياتها وهيدا اللي لقيته مش من كل مرة بلتقى بالجيل الكبير اللي صاروا بالجامعة وبيقولولي إنه هيدا أحلى طفولة عنا سوئلة ليش ما بعد ببع يعني بعد بفيد لأنه نحنا عن جد مش بس كرمال إنه نكبر بيزنس وهول هيدا شي نابع من القلب من بعد كورونا لقيت حسيت إنه لأ صار بدنا أكتر صار بدنا بسيكولوج وبسيكياتر ومن ورا كل الوضع اللي عشنا يعني بلبنان صرت عم بحس إنه لأ العالم بحاجة أكتر لهالشي فالأكاديمي صار لأكتر من 13 سنة وصارت معروفة إنه اللي بيكون بالأكاديمي بيشارك مع غينوة بالمسرحية عنا أربع خمس مسرحيات بالسنة بيشاركوا ثلاثة مينموم ثلاثة ومنا أنا بس أعمل مثلا كليب أو شي بستعين من التالنت ستبعي يعني مدرسة بديك تقولي مدرسة فن منشوفكم تركضوا شمال يمين تلوها نزول بتكونوا هون بعد ساعتين بتصيروا مدروان بعد ثلاث ساعات بتصيروا يعني نونستوب ما بتتعبوا ما بتتعبوا وعندكم عائلة وعندكم المسئوليات والحياة وضغط حياتنا اللي عم نعيشها ما بتتعبوا ما بتتعبوا منتعب بس ما نكون عنا شي هيدي صدقوني بصخون بس ما يكون عندي شي وقليل حمد الله هلأ أخذنا بريك أربعة أيام نقوم السبعة منطلع وضغرنا يعني نقوم السبعة منطلع بعضنا لا أنه ما في شغل لا في مشكلة ايه صرنا ادكتد بس ادكتد بشغف بحب هو أكيد شغلنا ما رح دلنا يقول واو فيه إشية كتير صعبة صعبة ممنوع ممنوع لا جان ولا أنا ولا حدا من اللي مثلين إذا باشي صحيا أو عنده مشكلة بالعائلة أو ما تلو حدا يطلع على المسرح يكون عابس ممنوع بس هيدا الشي نحنا درسناه لأنهم مسلين بقويكة بس تعرفي تعملي كنترول على الإموشنز يعني هلأ عباليك تبكي ضغري تضحكي هولي أستيزتنا عن جد كانوا بارت كبير بحياتنا أنه علمونا هالشي بس تعرفي عن جد تكونترول يور إموشنز فيكي مش تحصلي على اللي بدكي بس فيكي تفهمي حالك أكتر كلنا شو ما كان بنا عم نطلع على المسرح خمس شوية بنهار أربعة ثلاثة مينموم وما نقول آخ لأنه طلع آخر شي هو الترابي طبعنا يعني أنا عن جد شو ما كان بنا عندي مشاكل صحية أو البديكيه اطلع على المسرح حس حالي بلالالند انسى وجع ضهري أو اجري أو شو ما كان بنا انسى انسى يفوت جوي قال لي عم ما حسيت عليكك انت عم تصرخي عم تبكي هيك المسلين صاروا مننا مثلنا يعني عن جد كان تحدي بالأول بس صار مننا وفينا شو الأحلام المستقبلية؟ ما بتوقف يعني كل يوم في حلم أو بيتحقق أو ما بيتحقق بس لازم نحقق أحلامنا أنا عندي أمل دايماً بتحقق الأحلام بالحياة؟ بعد خبرة يعني؟ أنا فورميئة كل الأحلام بتتحقق وقلتلك بلا ما تتكلع ولا حدا بحياتك انت لحالك تمشي بتعملي البديكيه وأنا دايماً بسمي حالي أنا ابن الطبيعة يعني أنا ببيتي في عندي حيوانات بحبهم 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 يعني مش إنه بحبهم يعني يعني بفضولي سترس من جسمي أنا بحب الطبيعة دايماً بشوف البيروكيه اللي عندي مثلاً ليه بيتصرف هيك وبحلل وبقول إنه قدي هو أحسن مننا إنه هو بحل مشاكله لحاله ليه نحن مننا نلجأ وبدنا نروح وبدنا عنا كلنا عنا مشاكل فينا نحلها لحالنا والحلم بتحقيق إيه وحديك بلا حدا وهيدا الشيء هيدا الشيء ما بده مجهود بده بس تنفضي عني كل اللي حواليك الأونضات البشعة والناس اللي بتتحكي لهم ما تتأثري بأرأس خلاص بتحقق كل الأحلام ويكون عندك ثقة بس هي الثقة صعبة الواحد يكون عنده إياها من الأول هيك لا كتير يعني هي مسير يتحييت تصار عنا ثقة بحالنا آه أكيد مم ما بتشوفي حالي بعد عشر سنين كل مرة بيقلي بعد عندك عشر سنين بعد عشر سنين بصير بقللي ما نقصه يعني تافي ما يعني حاسي أنا مكتفية باللي أنا فيه وأكيد بدي أكتر كرميل جيل جديد لأني حاسي عندي مسؤولية كتير كبيرة أنا وجوه والمسلين بس بعد عشر سنين بحس بعدني بحب اللي بعمل تعرف إنو هي هيك بالبيت أنا بصير بعيط علي عم نخلص من إيفانت بتكون بعد عم تتصور وهيك ونحنا أكيد تسعة عشر واحد ناطرين بلله يا عمي مش ما بدنا نمشي بدنا نمشي ما فيك تضلك وتتصوري هي خلص بتقبل بهال يعني فيه سامبليسيتي وهيدا إذا بقيت بعد عشرين سنة بتعطي خمسين سنة زيادة صح اللي بحب شوان بعمل ما بحس عندو ليميت عندو تايم إنو خلص أنا بعد عشرين بدأت قاعد بدأ أقعد ما بعرف ما بعرف شو رح أعمل ما بعرف نعمل بريك أي يعني ما منعرف يعني صارو أصحابنا يقولون لنبلا مشبورين تنفسو تترجعوا تاخدو أنرجي تكرميلكون كرميلكون 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 لأ في فكرة تشات جي بي تي شوف شو بيسألوكن يعني متو من تشات جي بي تي حطلنا أسئلة لقلكون بيسألك هل هناك شخصية أو عمل من أعمالك بتعتزين به بشكل خاص؟ أكيد كلهم إنو كون غنوة أورادي بكل المغامرات كلهم بعتز فيهم لأن كل واحدة كانت بما وقعها أنا بلا عندي هيك كم عمل بحبهم وأديمين شوي بحس إنو هيك أبدعت فيهم أي هيك أكتر شيء عملت مساحية مرة للبيغات كانت واو كان فيها هيك معارك وهجومات بس كانت كتير حلو كانت كمان هاي المساحية مظبوط تحكي عن في بدون يجوا يحتلوا جزيرة مش لقلهم وما خلهم نارسي رح أسألهم بالجامعة هيك بتجاوبوا كيف تتعاملوا مع النقد أو التحديات اللي بتويجهوا بأعمالكن بشتغل البتالي تبعكم يعني قصدون خاصة باللي يتعلق بمحتوى الأطفال؟ أنا بالنسبة لإليه بمبسط بحدا بينتقدني وما بجاوبوا مش لأني ما بدي جاوبوا لأنه ما بعرف جاوبوا ما عندي شي يقولوا إيه لأنه أنا اللي بحب أعمله هو أنا اللي بحب أنا أعمله ولا مرة مسات بشي غلط للولاد أو دخلت بشي ما لازم دخل فيه أنا عملت اللي لازم فيه انتقادات بتصيروا هكتير حلو ينتقدوا بس ما كانت قوية الانتقادات يعني كانت بناءة يعني فيها شوية هيك مشاكل بس أنه لا صفا وحتى أنا ما بجاوب أنا ما عندي رد للنقد ما بحب مش لأنه أنا ما بحب أنا بالنسبة لإليه ما في كتر دلكل وحلو تاخدي بقراء الانتقاد والمنح والعاطل يعني بعلمك بس ما بخدها برسونال ما ما يكون بيجرح أو لأنه للأسف في كتير ناس بتجرح على الفوادي في كتير بيجرح وهوني ما منرد مظبوط شو الزكرة المفضلة لإليك من رحلتيك بعالم الأطفال كيف أثرت فيك الزكرة المفضلة أني أني دمشت شخصيتي بها الشخصية اللي خلص ينصرنا واحد وبحياتي اليومية أنا بعيشها يعني ما بعرف ما عندي شيء سبيسيفك معاملتي يعني أنا إذا ما بشوف أولاد غير أولادة بالنهار بحس مثل ما أخدتي يمكن فيتامين سي بحس لي هزيم دايما نشوف أولاد إيه أنا أنا بحس أنه اللي كنت فيه قبل واللي صرت فيه هلأ فخور بشي اللي أنا عملته وبريحني وبريح جسمي وبريح لي عقلي بشكر الله يعني دايما بتحكوا عن الباشن عن الشغف شو سرها الباشن بالحياة برأيكم إذا كل واحد عم بيسمعكم هيك بديوا يسمعوا شوف تنصحوا عن جد حب اللي أول شي عراف شو بتحب مش شو غيرك بحب تعفي في كتير أهل بعضهم اللي هلأ ملوا غزمه بيأسروا على بيأسروا على أولادهم عملي محامات عملي دكتورة عمول أو عملي وهيدا الشي مش مسموح بقى خاصة هيدا الجيل أوكي فيك توجهي بس هو وياريت بالمدرسة بين عمل آخر ثلاث سنين قبل ما يخلص الولد يروح يعرف أنه هاي ديك غابة هلأ غابة مزبوط نعنا الجامعة وشو بدك تعملي وقتو ياريت بيعرفوا يواجهوا مزبوط لولاد شو بدون لأنه هي نابعة من الأهل ومن المدرسة المدرسة ما كتير عم بتساعد عم بيأخلصوا بروغرام بدون يخلصوا ويلا روحوا وجاربوا هالسنة ماذا بدي جيستيون وعملوا بيزنة اعملوا ماركتينج انا كتير عن جد أهلي أنا سيعادوني أنه عملي اللي بتحبيه بس في غير أهل لا عم بيوجهون أنه مجبور تعمل هيك أو مجبور تورة بيك وإمك عندهم هابدك تعمل مثلهم لأنه ما عنا حدا تاني بالعائلة طيب أوكي إذا كان فيه هيدا لكا عملوا شي بتحبوه ويمكن موهبتك تنشحك بحياتك مش اللي مجبور تعمله فالشغف هو أهم شي تتنجحي بعدين ويكون عندك استمرارية باللي بتحبي تعمليه هو كلمة واحدة بتوقفيك عن حلمك وشغفك كلمة كلمة إذا لتقيت بحدا أنا بدي أعمل هيك مثلا لك لا شو خلاص بتنزلي دون أنا رحت عالمدرسة وقلت لهم للمسؤولين وقد أعذر من أنزر أولادي ما بدي تيتر ولا محامي ولا مهندس ولا حكيم ولا شي تيتر بدون يوم بسطوا باللي هني بدوني عملوه وأنا فخور فيهم شو ما عملوا أنا فخور فيهم وأنا أكيد بهيك رح يطلع أولادي ناشحين أنا أكيد لأنه قالتلي المسؤولي يا ريت كل الأهل مثلك طيب أنا ما فيكي بدي أجبر ولادي هني هو بيحب شي وأنا أقل له بدك تعمل شي تاني أكيد لا شو بتتمنون لنا لولاد اليوم كتير إشيا بس أهم الشي السيفتي ويعرفوا يضيفوا عن حالهم أنا في كتير في كتير يعني متل ما قال الحياة صعبة أنا كنت مفكرة على في إبال تولموند إي جنتي كله كله كل شي منيح إذا أنت منيحة ما حتلتقي إلا بناس مثليك بتشبهيك إي لا لا أنا بس بتمنى لهم أكيد صحة سيفتي ويعرفوا يضيفوا عن حالهم وعن حقوقهم إن إحنا مش كل الوقت معهم صح أنا شو ما عملوا أنا حدهم شو ما قرروا شو ما إن كانوا مناحة ومش مناحة وأنا حدهم بكل شي بعملوا ما رح قلهم لا أعشي بحوجههم بس أنا حدهم شو ما كانوا دايما هدا السؤال بسألوا القهوة حلوة أو مرة بتشربية أو ما بتشرب قهوة؟ أم بلا بتشرب قهوة حلوة شوي والحياة؟ أهان هلا قربت السؤال الحياة حلوة بوجود عالم مثلك ومش طبيعي عم بحكي جد يعني مش عاملين مقابلة ولا مرة هلقدي كنا عبالنا نحكي كل شي فيه عنا إيه وأنت أصلا طلعت أشي بيجاء أول مرة بشوفه وهيك بيحكي سو الحياة بتدلة حلوة بوجود لأنه بيدل في ناس حلوة عن جد مش إنه بالمرة أنا كتير حلوة يعني أربعة أو خمس ملاعق سكر يا ويلي وبالنسبة لأيلي الحياة كتير حلوة بتخوف بس هي كتير حلوة طب كيف قدرت تقلب هالوجع بحياتك وبطفولتك والصعوبات كيف قدرت تقلبه هاي للقلبة لأنه حسيت دايما في حدا حدي ما إنه موجود بس هو حدي وحسيت دايما إنه كل اللي عم يقفوا بطريقة وما بالدنيانة إنجح نجحت وعملت اللي أنا بديه وحققت اللي أنا بديه وكنت أكيد إنه أنا رح أوصل كنت أحكي مع حالي وقول أنا رح أوصل ورح أعمل اللي أنا بديه ورح أمبسط بكل شي أنا بعمله وكنت ما كنت بسعى نهار إنه بدي مصاري ولا مرة كنت أقول أنا عم بشتغل أو عم بنجح كرميل المصاري ولا مرة كنت أقول أنا بدي أنجح باللي أنا بدي أعمله وأنا بدي أمبسط باللي أنا بدي أعمله و بدي الناس تحب أنا شو بعمل مرة ما كنت كنت بعدني بيمكن تالت او رابع مسرحية بيقولولي انه في بصارة بتبصر بتبصر كتير شاطرة جانو بتجي معنا قلت له ايه اكيد اكيد بدي اجي وانا بحبهم للاخبار بقى فتحتلي ايدي ما بتعرفني هي اجنبية وقالتلي قالتلي شي بعده بقلبي يعني مش معقول قالتلي انه انت واقف كينج بمحال كل الببريك تبعك ولاد صرت صارخ ما بتعرف شي عني ولا صرت صارخ قلت انه قيف مش معقول وهيك صار وهيك صار صار انه انا عملت يلي بدي اياه بس مع هيدا الشغل اللي انا بحبه ما بدي ما بتعضى عوالح حدا ما بحياتي قلت انه انا بعرف شي تاني بعرف مسل ومخرج وخلاص ما بدي شي تاني انه ما بهمني ولا افتح مدري شو هيدا بس بعد بعد بعدين ازا جعنا لتقينا بحب بعد اعمل شي بكلا بقليك عنه هلأ خليت نفسي مش هكieux راه اسأل هلأ بارتاح بعدين بعضو ع overturn بحس رح يصير في كتير عصافير بس سير زال بعجان غير الشغل أنه يفونس، ماذا يقولوها؟ يتحش يتحش، ما بيخاف من شيء، ما بيتردد يعني الوضع مش منيح، يتحش بلا هالبرودكشن الكبيرة، ما بدا هالقد بيتحش في كتير اشياء أنا تعلمت منه، لا عن جد وهيدا تتحقق حلمك اللي كنا عم نقوله لازم ما تترددي، ما تسمعي لغيركم، وتتحشي بتحب تغامر؟ بس صارت الكورونا، شوفي هادي الشغل بدي خبرك إيها بس صارت الكورونا، وقفنا كلنا، ما في شغل، ما بقى في شيء جنات، جنات جنات، لأنه بدي قابل بيت، أوكي، ستجيب حيوانات زيادة تقتسلة ومبسط معهم وإيك بس انزل عالتياتر، سكر الباب، وصرخ صرخ، 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 وقبكي، قبكي، قبكي، مسح دموعي، ورجع أفتح البيب وطلع عالبيت، ما حدا يعرف فييه ودايماً كنت قلّها أنه نحنا أول ناس رح نرجع عالشغل هي تقللي كيف يا جو مالاك الدينة كلها كيف صايرة؟ بكتير سامبليستي بيجيني تليفون من بره، باخد بروجيه، ردلي كل الثلاث سنين اللي أنا قعدناهن ونقهرنا فيهن على بوميغ هيك فشلي خلقه، يعني تتعرفي أنه ربنا ما بيترك حدا، وإذا الإنسان عن جد بيشتغل من كل قلبه، بيوصل، وما في شي بيوقفه. هلأ لكل ولد هلأ ممكن يشوفك على بودكاست، شوف تقولي لهم؟ طلعت هيك على الكاميرا، شوف تقولي لهم؟ للوليد، بقول لهم أني ما رح واقف حبكن ولا نهار بحياتي، ومارسي لأنه حبيتونا هالأد، وسقتو فينا إن كان أهل أولاد، سأكون هناك لك، أنت شو بتقول لوليد؟ أنا بموت بالوليد، وبحبهم، وبفكر مثلهم، كتير بفكر مثلهم، كل الأصحابي بقولولي أنه أنت مثل الوليد، فأنا مفخور بحالي أنه أنا مثل الوليد، وبقول لهم أنه أنا ما رح واقف أبدا، وما في شور رح يشبه التاني، لأنه أنا بحب شغلي، وبد أكفي، وفي عندي بعض أحلام كتير، حتى قالوا لنا فتحوا مدرسة طيب، إذا هل قد عنجاد عم بيتأثروا في كل الأولاد لأنه ياريت بيتعلموا المات، مثل ما بيتعلموا الغنية بعندي، بس صراحة، بس لا هاي ده مسؤولية كبيرة بعد، بتركها للمختصين فيها، بس عنجاد كنت عم بقول لك القهوة بخداء، أنا مش حلوة يعني قصدي، مش الحياة، ألا عم تذكر، ملعة واحدة سكر، بس، يوم شبتقول لأمك؟ اليوم؟ أجتقتله. وبعدني بحس كل يوم ان حدي انا مغروم بامي انا متيم بامي واذا شيب حدا بدي اطلب طلب او اذا بيخيرني شو مكان بقلو بس رجع شوف امي بس حتى لو بدي اخسر كل شي بحياتي بس رجع شوف امي بس اديش هالانسانة عملت انه بحياتك تبقى بحبه 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 بعشاء بعشاء كنت تقول كنت تقلي اذا انا غلط تقلي صح مش معقول هيدا اللي عمل مني كنت هلا بقلو لولادي معلي غلطو معلي 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 خلاص كنت اذا اسود تقلي معلي لا هيدا كلهم يهجموا علي هي تقلي ماكحق خلاص سكوت من ضبط الامور مش معقول شو كانت هالامة المليحة بتصور كل امات تكون مليحة ان شاء الله الولاد كلها هيك يقدروا اهلهم هيدا شي كتير مهم بالحياة انه الولاد يقدروا الاهل شو بيعملوا شو بيعطوا شو بيتعذبوا وكيف بيكونوا الى جانبهم يكونوا عم بيكبروا ويوصلوا ويدعمون كتير بيطلع عبالي شوفة بس ما فيني شوفة كتير هاي كان يقلي يا هبية انه اصعب شي بالحياة لانه خسر امه وخيه واخته عبكير انه اصعب شي بالحياة انه الواحد ما بعد فيه يلمسهم بيشتق لهم ممكن بيحكي معهم بس ما في يعود يشوفهم ولا يغمرهم ولا يلمسهم وهو اسعب شي كلنا ما نحسن كتير بس بتمنى امني بحياتي انه ارجع شوف امي يهريت يهريت يعني ان شاء الله يهريت كلنا فينا نرجع نشوفهم هلأ جانت هنغير الجو شوفت ستوري بحبي تساءل على امك هي والعصفير خابرينا عن امك والعصفير خابرينا عن اهلك قديش اليوم مفتخرين باللي عم بتعملوه؟ انا عم بفش خلقوا مع امي هلا بس نينيتهم زيت البرج خلقنين تقريبا بزيت الوقت طيب تفهمو بفهمو بس انا اهلي كل يوم بش كران كل يوم كل يوم ووسقوا فيي من اول ما خلقت انه وكانوا مواكبيني بكل شي وفخورين فيي يعني متل كأني بعدني عمري عشر سنين فخورين بولادي فخورين بجان ببيتي باقلة شي وعن جد اللي قلتي كتير صح واللي قالوا جون انه كتير عم شوفوا ولاد ما عم بيعفو ايميت اهلن خاصة انو يكا عم نعيشها هلا عنا عنا بيبرتي عنا هيدا اصعب عمر بشوف اصحابون كيف بيحكوا عن اهلن انو ممكن ما بيصووا بالاخير انو لا عن جد قبل ما يكون توليت كل يوم بصوون كل يوم حبوا بعضكن كأنو اخر نهار بحياتكن هيدا اللي علمني يا جون وصار بدي اخد صور كل يوم مع الناس اللي بحبه لانو يا كلي فوتوك يا غاست مزبوط انو بتحسي خلاص كل عن جد يمكن قالوا لنا ايها اهلنا قبل وهلا عم نعفق ايمتها نحنا وشو هالحيات هاي السر انو بيقولولنا شي بس يصير عنا ولاد منقول اه ايه عرفنا ايمتكن وقتا كان بس لا عرفوا ايمتكن هلا قبل ما تتجوزوا قبل ما يصير عندكن عائلة انتو تينيجرز بحيات الله عمر عرفوا ايمت الام والباي لانو ما بيتعودوا اذا راحوا ما بيتعودوا ما في شي لو شو ما كان عندك او عندك ما في شي بعود له انا دايما بيقولوا عيشوا اللحظة لانا ما انا بيعرف بعد ستين ثانية شو بتدرسيش بس سألتيني بعد عشر سنين انا ويمشوا في حالي ما بيعرف انا بعيش كل يوم بلاحظتها ما خلاص بطلت عندي كان كنا نفكر غير صار البلانينج عندي انا كل نهار استفيد منه للاخر كأنه اخر نهار وليك انت عم تحكين عن الولاد كتير عم تشوف حتى امات زعلانين انو عم بيحسوا انو في هال الانجراتيتود عند الولاد وهي عن جد رسالة انو قدش الولاد لازم يقدروا اهلهم يعني دي بشى الاحساس الام بتقولوا انو انا ربيت مظبوط او لا ليش اولادة هيك عم بيعاملوني مش عم بيحسوا قديش انا عم بعثي صرت كتير عم بسمع كتير انا عم بشوف حتى كنتي صار مرد يعني عم بيمردوا الاهل الولاد لانو عم بيطلعون من تيابون انو اوكي بتروحي عن بسيكولوج بتقولي انا كيف بدأت عمل مع بنتي هي هيك كاركتارة بتساعدك لبسيكولوج بس تطبيق كتير صعيب لانو كل الولاد بيفرق عن تاني انو هي نوسيون تيوريه انا اكيد بروحي عن بسيكولوج مسلا مش لا اعرف انا شو بنيه لقعف كيف دي ربيه اذا عم ربيه صح لانو دايما الام بتحس حاله قلتي اكتر من البيه غير انو مشغولي والبدي كيف بس انو مسئوليه هاي دي إنيه فمش غلط تطلبوا مساعدة مش غلط تطلبوا قراء غيركم بس ما يأثر عليكم لانو ابنكم شي وانتي شي يعني انا ما بشبهيك بالتربية لانو ولادك غير ولاده بس انو مش مش هيكونو انو في بوانكم ما فبليز بليز انجد مو بوقت زعلوا اهاليكم استفيدوا منو للاخر مصبوط رح ناخد صورة اكي ياكو الفوتو كي رات مرسي نيلة هذا اليوم فرشيكون صورتكن كل واحد منكن واحده قدي راضي عن حاله عن نفسه بالحياة حبي الحالك لا زعلان مضيع لنا مش زعلان الاموشنز احلى شي بالحياة واهمة شي انا بحس الانسان المعنده اموشنز ما بيعفعيش اكيد ما بيفهموا التانيين ما بيفهموا معنى الحياة كله ما بيفهموا معنى اللحظة وبيقدروه مزبوط مزبوط واللي بيحبوه لجان لانه عنده كتلة اموشنز بيبينه ضغري عوجه بانه فاك ما هو من وقت ما انه فايت لهون هو عالجوه بالمكتب وهم اسطر مش عم بيقدر يبين هدا الشي انت بالاول سؤال سبتي انا مغير الحديث انه انا ما كان بدي انه احتي عنه جاي ع بيروت وفايت لهون وحسك لهال هيك بتحس هون كتير في دراما بس هيدا الشي اللي بيطلعك من حالك بترتاحيها لمن بعد المقابلة اكيد مرتاح ما رح يضل عرفت ادهارت الشي الحلو اللي فيه بدي راضي عن حالك ونفسك انا مبسوط كتير خير الله انا ام سو هابي بكل شي عملته واذا عملت غلط مع حدا او هيدا باعتذر منه والاعتذار كتير مهم بالحياة باكيد يعني باعتذر من كل قلبي اذا انا ايزي حدا او وانا مبسوط بحالي وبعد رح اعمل احلى واحلى 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 بس عبالي اعمل هيك شي رفق بالحيوان وهيك كيف ايدي بايدك عبالي عبالي انه نهتم هيدا ناقص عنا اصلا معنا ايه واهم شي انا بلايق احلى ترابي واحلى ايه ايه انا بكون كتير بواصل عالبيت تعبان معصب قبل ما اشوف الولاد بظهر بحكيهم واللزق انه صار عندي بيروكيب يحكي صار بيرد علي بصير انا ايه ايه انا يا عمان بس انا معلمته بس انه ام هابي انه وكتير احلى ترابي انك تحكي مع كلب او حيوان او بسينات لا انا عنده ثلاثة بسينات بالبيت لا لا مش معقول مش معقول هني بيرايحوني بيفشلولي التشنج من جسمي الاصحاب مهمين اكيد ونحن معروفين انه عنا كم حدا هيك منعشقون منعشقون بس انه هيك حلو الحيوان بالبيت تحبي البسينات اكثر من حبتلي الحيوانات وثلاثة بشبهوا بعضن كاركتيراتن لا كل واحد شي هاي اتنين اخوة بس انه مبعدوا اخوة بس انه كل واحد شي وتفشي خلقيك يعني متل ما قال جام تحسي هالشو عوي نرى ببيني موحدة قدي راضي عن حالك انا ام جريتفل وبلاست وراضي مش عن شو عملت عن كل شي صاير حوالي علمني متل ما قال جام بستع تزري بستعملي غلط تتعلمي بالعكس انا راضي انه فهماني الحياة صارت ما كت هيك كانت شخص كتير بستحاف كان صوت كتير رفيع بالمدرسة انا وحيدة عندي خايق اكبر مني باربع سنين طفولتي كانت عم بقلك حلوة ومش نقصني شي والبدية بس التوك اللي ما قالوا لي عنه اهلي انه بدك تواجهي ناس مقزية هقزتني بحياتي بس علمتني والعكس هلا بوجوع بشكرهم بقلهم لو قلتولي عنهم يمكن كنت عم بوجههم بطريقة فاك اكيد تنقذي بس كله بعلمك فانا راضي انه مرسي فهمت الحياة شو هي ملجد اهمش الواحد يفهم الحياة بس انا بدك تشكركم نحنا كم تعبتك بلا عكس مرسي اتوا ويلا ان شاء الله دايما هيك مع قصص جديدة وافكار جديدة شكرا 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 شكرا